بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا هتين الآيتين الكريمتين تزاوج بين من آمن ومن كفر في سورة الكهف يبين الله سبحانه وتعالى في الآيات الكريمة أنه سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا وهذه رسالة تطمينية لعباد الله سبحانه وتعالى بأن العمل الصالح لا يضيع أجره وأن الله سبحانه وتعالى يحفظه للعبد ولذلك فإن الله يقول أحصاه الله ونسوه أحصى الله أعمال العباد ولكنهم ربما نسيوا هذه الأعمال العمل الصالح هو عدة المؤمن العمل الصالح هو سبيل الفوز عند الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين في هذه الآية الكريمة وفي كثير من آيات القرآن الكريم فضل العمل الصالح وفضل جزاء الله للصالحين وفضل أن يستمر الإنسان على العمل الصالح فينجو بين يدي الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح يشمل التكليفات التي كلف الله سبحانه وتعالى بها عباده من صلاة أو صيام أو حج للمستطيع أو زكاة ويشمل كل ما ينوي به الإنسان أنه يتقرب به إلى الله فسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإيمان بضع وستون وفي رواية بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأزى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان فالعمل الصالح لا يكاد ينحصر وحينما بحث العلماء في شعب الإيمان قالوا إن العدد في هذا الحديث لا مفهوم له فربما زادت أنواع وصنوف الأعمال الصالحات عن سبعين أو عن بضع وسبعين وقد تصل إلى المئات فإماطة الأزى عن الطريق عمل صالح والكلمة الطيبة صدقة وعمل صالح وحب الخير للناس عمل صالح والإحسان إلى الجيران عمل صالح والوفاء بالعهد عمل صالح وطلب الخير للغير عمل صالح والعفو عن الناس عمل صالح وهكذا تتنوع صنوف الأعمال الصالحات بما لا يحصى حينما ينوي العبد أن يتقرب إلى الله كل عمل يتقرب أو ينوي به العبد أنه يتقرب إلى الله فهو داخل في العمل الصالح ولذلك فإن أبواب العمل الصالح لا تكاد تنحصر وليست محصورة في العبادات الواجبات أو في الأذكار الواردات فقط بل إنها يدخل فيها النوايا الصالحات فنية المؤمن خير من عمله ولربما إنسان كان يداوم على عمل صغير لكنه مخلص بعمله لله سبحانه فيكون ذلك سببا في نجاته يوم القيامة يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل رجل الجنة في كلب سقاه وجده عطشان فسقاه هذا من العمل الصالح تعجب الصحابة رضوان الله عليهم فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجر فقال نعم صلى الله عليه وآله وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر ودخلت امرأة الجنة في قطة أطعمتها وبالتالي فإن مفهوم العمل الصالح يتعدد ليشمل كل عمل قام به الإنسان ابتغاء مرضات الله وتقربا إليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل عمل صالح يرضى به عنا ويرضيه جل في علاه ويكون سببا لنجاتنا يوم القيامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته